خلينا نسمي نظرات الحب ونظرات الاجتهاء. شو الفرق بين نظرات الحب ونظرات الاجتهاء؟ نظرات الحب عادةً بتكون عالوجه وعالعيون أكتر شي. هاي نظرة حب. سواء كانت من الرجل أو من امرأة، بطالع بعيونك، او طالع بعيونك ووجك أكتر شي. فهيدة نظرات حب. أما نظرات اللي بتحمل الاجتهاء فهي نظرات إلى الجسد. حصرياً إلى الجسد. طيب لا ممكن حدا يقول تب معانا لاني حبه بشتهي او العكس ما هو بيقول شوبينهاور انه زبا نحكي فلسفيا عن مفهوم الحب شوبينهاور بيقول انه الحب هو غطاء فقط للغريزة الجلسية انه حتى اذا حمل طابع العذرية والشاعرية فهو لابد ان ينكشف على حقيقته يوما ما طبعا هيدا اللي انا قضيها لانا انتو بس حضرتك وهنصرنا بسؤال فلسفي نوعا ما ولكن الفرق بين اللي بيحبه ولو بيشته انه اللي بيشته مجرد ما حصل على فريستو ممكن يستعملها لفترة معينة ويقعد يتركها بينما الحب متل ما بيقول بيستو فسكي انه بيكون بحب الشخص متل ما الله خلقه سواء تغير شكله عمل حادث بطل شكله جزاب نصحت او هو ما بعرف صار عنده يمكن اعاقة جسدية معينة بيضلوا يحبوا بعضه يعني ما بيشوفوا هالتغير صح انه هني شايفينه الاهم صح كنت عم تحكي دكتورة رميسة عن الفرق بين نظرات الحب نظرات الاعجاب ونظرات الاجتهاء ورجعنا انت قالنا لنقول انه ممكن يقلك الشخص او تقلك تكون بجلسة خاصة تقلك اي انه انا او يقلك اي انه انا بحبها لاني بشتيها او بشتيها لاني بحبها يعني هيدا مش حب حضرتك قلت انه المشكلة انه الاجتهاء ممكن يكون فترة ويخلص صحيح هون انا بدي اسألك فيه اشارات نعرف انه هيدا الاجتهاء بيخلص يعني هيدا بس جيه هو بعد الزواج ببيين يعني بالضييق عبدا بعد الزواج بيبين عم نحكي عن المجتمعات المحافظة اغلبا عند الزواج بتبين لانه بالمجتمعات المحافظة ما فيه علاقة قبل الزواج وبعض المجتمعات المنفي التحه لما يصير في علاقة قبل الزواج إما بيكملوا بيتزوجوا هيدا معناها حب اهو بيتركوا من بعضا وما بيتزوجوا لانه كانت علاقة اشتهاء فقط لغير ما في يعنى وقد يتغير وقد يتغير الشخص وقد تتغير المرأة وقد تتغير الرجل ولكن ما بيكون فقط اجتهاء بيكون نفور أحيانا بيكون نفور أنا لأنه فرد أنت من سلوك عملته وأنا مش عم بتقبلك وهي عند المرأة بتصير أكتر شيء المرأة لما تنفر حتى إذا كان بيبطل عند رغب يصير عندها قرف صح مية بالمية حتى لو كانوا بالسيارة وعم بيحاولوا يرضيها بتنفر كتير يعني لابد أنه يعني شو بدي نسميها فخ مش فخ هلأ بدنا نحكي شغلة كتير مهمة هلأ الحب السبيرتشول أو الحب العزري فيه فلاسفة بيقوله موجود اختلفت الأراء الفلسفية والسيكولوجية حوله فيه فلاسفة وسيكولوجيا أنا بدي سيكولوجيا ببنون اختصاصي هلأ أنا سيكولوجيا دايما بقول ما فينا نحكم بالسوق أو الاجتهاق على كل الأشخاص بنفس الكفة بس خلينا نحط النسبة المئوية سوري دكتورا السيكولوجيا الاجتهاق هو يعتبر يعني عار مش عار بقدر ما هو يعني علاقة عابرة تعتبر هلأ نحنا عم نحكي عن الناس اللي بحبوا العلاقات السابتة نوعا ما وبالتالي لا ما النوعار هيدا شي موجود بالإنسان سواء كان رجل أو امرأة و هو حر إذا أنا بدي علاقات عابرة غير ما أعلق الناس وقاعدهم بالزواج وصير ماطل فيهم أو اتركهم أو اجرحهم نعم وبالتالي تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين نعم وبالتالي أنا عم باطل الموضوع اليوم من مختلف جوانبه إذا بدنا نحكي حاليا حاليا حسب ما همشوفه بالمجتمع النسبة السائدة هي الاجتهاق والمادة نعم في حتى يعني العشرة بالمئة أنا بحس فيه أكثر يعني أنا أعطيت إلا إذا أنت عم تحكيني أعطيت أعطيت لا مش أستاتيستيك بس عم بعطي الماكسيموم لأن أوقت فيه أشخاص بيصلني من نساء أنا لايكل شخص بيشوفني فقط بده مني هيدا العلاقة فيه شي غلط أنا عم بحيلهم بشي بإلا لا بس أنت بموجودة بمجتمع للأسف أغلبيته الصاحقة هيك كان في عنا حلقة خاصة بشي بين رجل ومرأة فحدها طلع قال إذا الرجل ما بحاول يتودد بمعنى الاجتهاق للنساء في يكون عنده مشكلة برجولته لا يتودد أنا مع أنه يتودد لا يتودد للقرب الجسدي يمكن أنا ما عرفت أسأل ما عرفت وأنت عم تقولي أنه بمجتمعنا عم تسألك أنه فيه شي غلط لا المجتمع عندنا هاي المجتمع أغلب وتزيعا لكلامك أنه بعض الرجال شاركوا معي وقالوا أنه الرجل اللي ما بحاول أنه دايما يكون عنده علاقات يعني فيه مشكلة برجولته للأسف مفهوم خطأ لأنه بقولوا أنه الرجل الحقيقي مش هو اللي بيغري مئة مرأة بس هو اللي بيغري مرأة واحد صح وإذا أنت عم تبحث عن الشكل يمكن هي تبحث ألا أنا مش ضد أنا عم ببحث عن الشكل وعلاقة عبره هيديك عم تبحث عن علاقة عبره وعن الماديات اتفقنا خلص كل واحد عنده هدف وين أنا عم حذر أنه اللي بيبني قصور وبيتعلق وبيصير بدون زواج وبالآخر أنا لأنه إذا الطرفين ناطجين ومتفقين على هدف وما حدا حيجرح التاني وخلص مثل ما عم بيقولوا كل واحد عارف شو بده هيدا غير موضوع هني ناطجين وحرين بحالهم أما إذا صار فيه تلاعب واستغلال وفيه طرف رح يصير دراما أو ينجرح أو يتدمر هون أنا عم حذر في هيدا الموضوع فيه نوع من الاستغلال أنا بسميه كنت أقول للرجل كان يعني ياخد عندي جلسات واستشارات كنت أقول له أنت مش لايف كوتش أنت مش لايف كوتش هلأ مين مين بده يقتلع أنه هو مش لايف كوتش لا إلا يعني هي كانت عم تستعمله لأن عنده مشاكل معه ضلتش كيله أنه أنت مش معالش ويساعدها ويحكي ما فيش أي شي لا بتطلب مادة ولا هو بيطلب منها شي بس هي بتقعد بتستشيره بتخبره فهو تعلق تعلق فيها آه صارت تخبره كل مشاكلها وتشكيله وكل هالقصص حتى مش قلت له أنها مزوجة بس بتخبره أمور حياتها بقل له أنا هي إذا تروح لتلايف كوتش بده تدفع بده تدفع هي عم تاخد منك جلسات مجانية هو عم بيتعلق عاطفيا وبالتالي قلت له يعني الموضوع هو يقل لي لا ولا مرة طلبت فلوس ولا مرة قلت له حوالي قلت له مش ضروري بس شو الهدف عم مو عم يسأل شو الهدف إذا هي مش مستفيدة شي لا مديا وهي مستفيدة دورك الدعم لأنت عم بتقدم له يا إريان معنوي لزوجة تبسح له لزوجة مش عم بيقدم لها إياه آه أوكي فيه خلل بمطرح زوجة مش عم بيقدم لها الدعم عم تاخده منك الأكترية من الرجال تشتهي النساء الحلوين حتى لو كانت ليه الرجل يعني طبعا أنا ضد التعميم لأنه بعرف كتير رجال مش هك أكيد ليه الرجل بحس حاله أنه منتصر إذا فات بعلاقة يومين وطلعها لأنه بسيكسولوجية هلا عم نحنش بسيكسولوجية سيكسولوجية في الرجل مرتبطة بتركيبته الجسدية اللي هي ميالة للتركيبة الجنسية فيربط الحب بالجنس بنسبة كتير كبيرة قد يوجد نساء بنسبة معينة بيوروبتون ولكن مش الكل أو حسب النضوج عندي رجال كانوا بعمر العشرينات أو الثلاثينات مثل ما عم تتفضل تحكي وصلوا لعمر معين انقلبوا 180 درجة هلأ بتصير وموجودة منهم بيكملوا هيك منهم بيكونوا هيك وبيكملوا هيك ومنهم بالأساس مش هيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر